اللي عملناه هلأ ما يجب من ولا شيء يعني من تعب والحمد لله قدرنا نبرهن هيدا الشيء بالترتيب يعني كيف تقيمكن لهيدا المرحلة؟ 11 مباراة 9 انتصارات تعادل وحيد وخسارة هيدا أفضل موسم للنجمة على صعيد مرحلة وحدة من موسم 2008-2009 يعني من 15 سنة لليوم ما شفنا النجمة قدر يربح 9 مباراة بمرحلة وحدة هذا الشغل الصح لأنه الإدارة عم تشتغل شغلة والجهازة فني وما بدنا كمان ننسى طعب اللعيبة والمدربين عادة الشيء والحمد لله بأينا وإن شاء الله الأفضل بالسلسية على الرغم من هذا المستوى اللي عم تظهروا فيه ولكن اليوم عم نشوف أمر أنه فيه تقلبات بالمستوى عند فريق النجمة يعني ببعض المباريات منشوفكم بالقمة ببعض المباريات ما منشوفكم بالمستوى يلي بيتمنى جمهوركم شو سبب هيدا التقلب؟ أول شي ضغط المباريات كتير هيدا يمكن أول سنة نحن من فترة كتيرة أنه منلعب كل ثلاثة يام مباراة ومش بأرضنا يعني عم نسافر وعم نرجع بعض يومين يكون عنا ماش فهيدا دليل تعب عم نتعب كتير لو نحن عم نلعب مثلا لمتوشي بآسيا بأرضنا بلبنان كان الوضع كان أحسن بس السفر عم بتعبنا كتير شو صار معكم بآسيا؟ يعني وقعنا بمجموعة صعبة وفي مباريات صراحة نتيجة ظلمتنا والحمد الله الخروج المدوي بكأس الاتحاد الأسيوي والخسارة التقيلة أمام الأنصار بالأسبوع الماضي هل أللوا من فرحة جمهور النجمة بصدارة الزهاب؟ أكيد يعني جمهور النجمة أكيد موجه له تحية بيحب دايما الفريق يدرب حان ويضل بالكمة وهذا الشي يعني حقهم بالنهاية بس كمان يعني هايدي لعبة فتبول يعني بدي يصير فيها أخطاء وبدأ اختمروا بعقبات يعني إن شاء الله للايام القادمة أحسن